اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم الملف اسأل الله تبارك وتعالى ان يجعلوا في ميزان حسناتنا يوم ما ان نلقاه وان يرزقنا الصدق والاخلاص والتوفيق والقبول والسداد انه نعم المولى ونعم النصير مشاهدنا الكرام حلقة اليوم حلقة خاصة ايضا استكمالا لما كنا قد بدأنا في الحلقتين السابقتين من الاسبوع الماضي واعلان اسماء اوائل الشهادة الابتدائية الازهرية كنا في حلقة الاحد اعلننا وانفرضنا بفضل الله سبحانه وتعالى اسماء اوائل الشهادة الابتدائية الازهرية على مستوى الجمهورية ثم كان في حلقة الاربعاء الماضي استضفنا بعض من اوائل الشهادة الابتدائية اليوم بإذن الله تبارك وتعالى نقدم أيضا شيء جديد وأعتبره أيضا بفضل الله سبحانه وتعالى انفراد جديد يحسب هنا لقناة الرحمة ولبرنامج الملف بأننا سنعلن أسماء الأوائل على مستوى المحافظات يعني بمعنى أسماء أوائل كل محافظة العشر الأوائل مبصر وكفيف على مستوى كل محافظة في الشهادة الابتدائية الأزهرية على مستوى الجمهورية وإن شاء الله تبارك وتعالى إن ربنا سبحانه وتعالى بارك لنا في الوقت وقلنا كل الأسماء على مستوى الجمهورية فهذا خير وبركة وإلا يتسع لنا الوقت ونقول كل الأسماء إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى ستكون كل الأسماء كاملة كل المحافظات كل أوائل المحافظات بإذن الله تبارك وتعالى ستكون على موقع قناة الرحمة غدا بإذن الله تبارك وتعالى مشاهدنا الكرام ولكن تعالوا ما بعد نبدأ مع فقرة طلقة حبر وبعض الأخبار المهمة التي تناولتها الصحافة المصرية مع طلقة حبر من أول السطر أكتب كلمة لله نحن معنا بعض الأخبار المهمة ولكن هناك خبر وتحليل وتحقيق ومقالات عديدة في كل الجرائد والمجلات والمواقع الأكترونية الإخبارية الكل يتكلم عن مسألة الدستور عن إقرار الدستور أولا ولا عن إجراء الانتخابات أولا دي مسألة فيها جدل كبير جدا كل الجرائد يتكلم فيها ولكن الأخطر والأغرب من بعض التلمحات والتصريحات لرئيس الوزراء الدكتور عصام شرف أنه يتمنى إقرار الدستور أولا ثم بعد ذلك إجراء الانتخابات الربلمانية ده تصريحات غريبة شوية وإحنا كان فيه استفتاء في شهر مارس الماضي استفتاء على إن الدستور يجرى أولا على إن الانتخابات تجرى أولا وبعد كده الدستور ولكن فيه أمور عديدة ولكن اللي هم الكسلاء اللي موجودين على مصاطب القنوات الفضائية المنتشرة الكل بيتكلم أنهم عايزين يعملوا رد فعل لاتجاه الجمهور رد فعل عايزين يوثروه في الشارع المصري بأن يتم إقرار الدستور أولا ثم بعد ذلك إجراء الانتخابات الربلمانية لأن هم بيقولوا إن إحنا ما استعدناش لأن لو الانتخابات تمت فيه موعدة في شهر سبتمبر هتبقى هي المشكلة إن الأحزاب الدينية أو الأحزاب المدنية اللي بمرجعية دينية زي الإخوان الجماعات السلفية حزب الوفد حزب الوسط دولوا ودخلوا الانتخابات هم اللي حيفوزوا بالانتخابات فاتجاه لإقرار مبدئ الدستور أولا شرف تأجيل الانتخابات يتيح الفرصة لنطج الأحزاب الجديدة والمجلس العسكري يريد ترك مهمة الحكم بسرعة وهناك فتوى قانونية من نائب رئيس مجلس الدولة والفتوى دي اترد عليها قالك ده ده فتوى شخصية مش فتوى عامة فتوى قانونية من نائب رئيس مجلس الدولة تقضي على مشروع الدستور أولا رئيس لجنة الفتوى والتشريع بيقول لا يجوز وضع الدستور قبل الانتخابات شوفوا خدوا بالكوا القضاء هم اللي بيردوا على بعض ووزارة العادل هي اللي بترد على بعض فريق بيقول لا لابد من إجراء ولابد من إكرار الدستور أولا فريق آخر بيقول لا لابد من إجراء الانتخابات البرلمانية أولا فرئيس لجنة الفاتوى والتشريع بيقول لا يجوز وضع الدستور قبل الانتخابات والجمعية الوطنية ترد رأي المستشار عطية شخصة طيب الوطنية للتغيير بيقول الدستور أولا يمنحنا عشرين شهر من الاستقرار ببساطة كده ببساطة وبصورة مختصرة جدا 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 اللي بيقيدوا بيقول ان احنا عايزين الدستور أولا هم مين اللي بيتكلموا هم مين اللي بيقيدوا ويروجوا لي الفكرة دي على الفضائيات وفي الجرائد وفي الصحف عندك اللي بيقيدوا الدستور أولا الحركة المصرية من أجل التغيير كفاية عندك حركة 6 إبريل حزب الجمهة الدموقراطية حزب الغدى أيمن نور ائتلاف شباب الثورة حزب التجمع الجمعية الوطنية للتغيير والمجلس الوطني المصري دول بيقولوا لابد من اقرار الدستور أولا لان لو فيه اقرار للدستور أولا حيبقى فيه تشكيل جمعية تأسسية لوضع الدستور ثم وضع الدستور الجديد للبلاد ثم الاستفتاء على الدستور الجديد والانتخابات البرلمانية على أساسه ثم فتح باب الترشيح لانتخابات الرئاسة في أوائل 2012 وإجراءها بعد 3 شهور وانتخابات المجالس المحلية بعد شهرين في أول أغسطس 2012 دول اللي بيقيدوا الدستور أولا طيب اللي بيعرضوا مسألة اقرار الدستور أولا وبيقولوا لابد من اجراء الانتخابات البرلمانية أولا هم مين جماعة الاخوان المسلمين جاء حزب الوفد حزب الوسط الجماعات السلفية دول اللي بيقيدوا اجراء الانتخابات البرلمانية في البداية طيب بيقولوا البرلمان الأولا ليه أو بيقولوا الانتخابات البرلمانية أولا ليه بيقولوا لابد فيه انتخابات مجلسي الشعب والشورى في ستمبر بعد كده تشكيل جمعية تأسيسية يخترها أعضاء مجلسي الشعب والشورى بعد كده وضع دستور جديد للبلاد بعد كده استفتاء الشعب على الدستور وفتح باب الترشح لانتخابات رئيس الجمهورية بعد الانتهاء من الاستفتاء بعد كده انتخابات المجالس المحلية وفي الآخر أي تغيير في الدستور الجديد مثل إلغاء كوتة المرأة أو نسبة 50% عمال وفلاحين يعني إعادة الانتخابات دي بصورة مبسطة مشاهدين الكرام لمسألة الدستور أولا أو البرلمان أولا طيب التعليق على الموضوع ده إيه؟ يحيا الجمل الدكتور يحيا الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء بيقول فيه تصريحات إعلامية في قناة فضائية الدكتور يحيا الجمل بيقول لنا إيه النهاردة بيقول الدستور أولا خوفا من الدولة الدينية انتوا شفتوا المغزى اللي وراء الجماعة اللي قاعدين على الفضائيات وفي الصحف وفي المجلات وفي المواقع الإخبارية والمواقع العربية هم بيحاولوا بشطة الطرق وبيجمعوا توقعات وصلت التوقعات إلى 3 ملايين توقيع من أجل إكرار الدستور أولا المغزى اللي فيه كلام ده كله خوفا من الأحزاب الدينية ده تصريح موجود للدكتور يحيا الجمل طيب المهندس أبو العيل ماضي رئيس حزب الوسط اللي هو بيأيد إجراء الانتخابات البرلمانية أولا بيقول إيه هو بيطالب شرف بيطالب الدكتور عصام شرف وحكمته بالاستقالة ليه يا دكتور ليه يا مهندس أبو العيل لأن بيقول أن حكومة الدكتور شرف افتقدت الحيادية وتلتف على إرادة الشعب الذي قال نعم للتعديلات الدستورية وبالتالي إجراء الانتخابات أولا ثم تشكيل لجنة أسيسية لوضع الدستور وبيقول أيضا لمهندس أبو العيل ماضي رئيس حزب الوسط بيقول أن الكوة السياسية التي تضغط على الحكومة غير مستعدة للمنافسة في الانتخابات وتطالب بوضع الدستور وتأجيل الانتخابات من أجل ذلك متجاهلة لإرادة الشعب وكل اللي يجي يتكلم في مسألة إكرار الدستور أولا نتذكر الاستفتاء اللي تم في شهر مارس طيب إحنا كنا بنعمله ليه والعرس اللي تم والعرس الديمقراطة وكل راح يحط رأيه ويحط نعم أو لا في التعديلات الدستورية كان لازمتها إيه إحنا بنتحك على الناس ولا بنتحك على مين طيب في مسألة الثانوية العامة ننتقل إلى مسألة الثانوية العامة انتحار طالبة في الإسكندرية بسبب الثانوية العامة محمد قطع شرايين يده وأكمل الامتحان وأحمد ألقى بنفسه من الطابق الثالث فأعدوه إلى اللجنة طيب في امتحانات جامعة الأزهر السماح للمنقبات بأداء الامتحان بعد التأكد من شخصيتهن بدأت أمس امتحانات الفصل الدراسي الثاني في 62 كلية بجامعة الأزهر بالقاهرة والفروع بالأقاليم وتستمر حتى منتصف الشهر القادم طيب وفيزياء هذا العام بلا مشكلات لأول مرة زي ما تابعنا في الجرائد أمس استمرار مسلسل لاحتجاجات الفأوية ثلاث مظاهرات أمام مجلس الوزراء والجيش يستخدم الرصاص لتفريق عمال شركات قناة السويس وأئمة المساجد المستبعدون أمنيا يواصلون اعتصامهم أمام الأوقاف والعاملون المؤقتون بالقوم للرياضة يطالبون بالتزبيت أنا عايز أعلق بس تعليق بسيط وأنا خايف أن الوقت يجري بيه في مسألة طلقة حبر في مسألة أئمة المساجد المستبعدون أمنيا يواصلون اعتصامهم أمام الأوقاف دول حقهم هما استبعدوا أمنيا طيب ما هو ليه الحق بعد ما أمن الدولة انتهت والأمور دي كلها والإجراءات الأمنية اللي كانت هما كانوا بيدخلوا في تعيين كل شخص وكل فرد أيا كانت وظيفته أيا كان مكانه وأيا كانت جهته طيب الموضوع ده انتهت ومعهم أحكام قضائية بالرجوع وبالعمل إمام وخطيف في وزارة الأوقاف طيب ليه أنا كوزارة أوقاف أتعانت معهم وأقول إحنا نعمل ولكن إحنا حنعمل مسابقة جديدة في واحد سبعة يدخلوا فيها ونختبرهم تاني طيب هما دخلوا مسابقة قبل كده ونجحوا في المسابقة تم امتحانهم في القرآن تم امتحانهم في الخطابة تم امتحانهم في الثقافة الإسلامية طيب بعد ما نجح في مسابقة وهو كان المفترض يبقى زي زميله اللي نجح وعده وما فيش أي علامة أو أي علامة استفهام أمنية عليه طيب وعده وبقى إمام وخطيف في مسجده أنا أجيب دلوقتي بعد ما دخل مسابقة أدخلوا مسابقة تانية بعد ما دخل امتحان أدخلوا امتحان تاني علشان أقوله أنت كأنك أنت لسه حتدخل أول مسابقة أو كأن لسه المسابقة دي حتقى عليك لأول مرة لا أنا أعتقد أن الموضوع ده فيه ظلم كبير ومحتاجين أن يبقى فيه وقفة صادقة من قيادات وزارة الأوقاف الإخوان تفصل أبو الفتوح الإخوان تفصل الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح بسبب ترشحه للرئاسة وأنصار ويردون لا يهمون قرار الجماعة واختيار تسع أعضاء بالهيئة العليا للحرية والعدالة السلافيون يدرسون تأسيس حزب ثالث يضم الشيخ ياسر برهامي والدكتور إسماعيل مقدم والشيخ الدكتور أحمد فريد ده حسب ما جاء في جريدة المصر اليوم النهاردة الاحتفال بمولد الإمام علي تحول للهجوم على ابن تيمية أكرر الاحتفال بمولد الإمام علي تحول للهجوم على ابن تيمية طبعاً اللي احتفل بالموضوع ده الطريقة العزمية للسالة الثالثة على التوالي بمولد الإمام علي بن أبي طالب رجي الله عنه بمقر المشيخ العزمية بيه السيدة زيلب وفي الاحتفال بدأ بأنشيط دينية إلى غير ذلك والشيخ جمال قد برئيس لجنة الفاتوى الصابق بالأزهر بيقول لابد من ضرورة الاحتفال بالرموز الدينية لابد من الاحتفال بالرموز الدينية بدلاً من الاحتفاء بالرؤساء والطبالين بحسب وصفه وبيقول أعجب لبلد تعداده السكاني 85 مليون شخص وبه الأزهر الشريف وينشغل إعلامه بلاعب كرة القدم وفسيده ومفسيد السياسة متجاهلين أهل الفضل والأسوة الحسنة مشيرة إلى بعض مواقف الإمام علي طيب الدكتور أحمد السايح أستاذ العقيدة بجمعة الأزهر أعدت صفات ابن عم الرسول عليه الصلاة والسلام ودوره في حماية الدولة الإسلامية فيما لم يتطرك الشيخ علاء ماضي أبو العزايم شيخ الطريقة العزمية لموضوع الاحتفال حيث شن هجوماً على علماء السلافية كابن تيمية والإمام محمد ابن عبد الوهاب طيب حركة الشرطة منتصف يوليو وتسكين جميع الضباط بمواقعهم قبل رمضان الداخلية تطالب المواطنين بالإبلاغ عن الأسلحة غير المرخصة وكبار علماء اليمن يطالبون صالح بالتنحي طيب وأيضاً كان فيه رسالة عتاب ورسالة عتاب شديدة لهجة من الدكتور محمود غزلان إلى المصري اليوم لإبراز أهم الخلافات التي تتم في جماعة الإخوان المسلمين لإثارة بعض الأمور التي تتعلق بجماعة الإخوان المسلمين والسلافيين كانت رسالة كاملة على صفحة كاملة اليوم في المصري اليوم رسالة عتاب من الدكتور محمود غزلان إلى المصري اليوم مشاهدين الكرام الرحمة تبعث بالبشرة وتهنئ أمتها الكبرى وتقدم باقة أزهار وتقول لمن نجح شكرا أسعدتم أفراد الأسرة وزرعتم أملاً في بكرة فالوالد في فرح يجد والبيت رياض مزدهرة والأم تراقب في فرح وترد الفضل لذي القدرة بوركتم يا روح فؤادي قدمتم للدارس عبرة مشاهدين الكرام فاصل وبعد الفاصل نلتقي مع إعلان أسماء أوائل المحافظات للشهادة الابتدائية الأزهرية على مستوى الجمهورية الرحمة تبعث بالبشرة وتهنئ أمتها الكبرى الرحمة تبعث بالبشرة وتقدم باقة أزهار وتقول لمن نجح شكرا أسعدتم أفراد الأسرة وزرعتم أملاً في بكرة فالوالد في فرح يجد والبيت رياض مزدهرة والأم تراقب في فرح وترد الفضل لذي القدرة بوركتم يا روح فؤادي قدمتم للدارس عبرة الرحمة تبعث بالبشرة وتهنئ أمتها الكبرى الرحمة تبعث بالبشرة وتهنئ أمتها الكبرى أهلاً بكم مشاهدين الكرام ونكرر مرة ثانية وثالثة وموصولة بنقول للجميع ألف بروك بنقول للأوائل بنقول لهم ألف بروك اللي شرفونا في حلقة الأربعاء الماضي وإن لم نسعد ببعض الأوائل اللي مجوش وشرفونا في حلقة الأربعاء الماضي في تكريم أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية بنقول طبعاً جوازهم موجودة وهداياهم موجودة يشرفونا في أي وقت وده اللي تم فيه مع بعض الأوائل اللجوم خلال الأيام الماضية طيب إحنا الوقت هنقول مشاهدين الكرام أسماء أوائل المحافظات على مستوى الجمهورية طيب إحنا ممكن حد يقول طب إنت هتبدأ من محافظة إيه هل إنت هتبدأ من القاهرة ووجه بحري ولا إنت هتبدأ من الصعيد تكريماً لأهل الشهامة وأهل الكرم وأهل المروقة أنا هقول لحضراتكم أنا هبدأ وحنتكلم مع أوائل المحافظات ونقول أسماءهم من خلال ترتيب المناطق حسب النسبة المقاوية للنجاح يعني المناطق اللي هي معتمدة من قطاع المعاهد الأزهرية ومن فضيلة الإمام الأكبر والدكتور أحمد الطيب كل إحنا معنا يعني 28 محافظة 28 منطقة أزهرية هنقول ترتيبهم بحسب النسبة المقاوية للنجاح فهنا هنبدأ مشاهدين الكرام أنا هقول أسماء المناطق سريعاً جداً وابدأ مع الأوائل علشان تبقى الأمور واضحة لكل مشاهدين علشان أنا بكرر اللي مش هنقدر نقوله أو من خلال لو ربنا بارك في الوقت يبقى ده فضل ونعمة ومن من الله سبحانه وتعالى اللي ما هنقدرش نقوله أسماء محافظات حاب نقول لحضراتكم الأسماء كاملة إن شاء الله تبارك وتعالى ستكون موجودة على موقع قناة الرحمة غداً بإذن الله تبارك وتعالى برنامج الملف فبنقول إحصاء إجمالي بترتيب المناطق حسب النسبة المقاوية للنجاح الترتيب الأول أول منطقة أزهرية أول محافظة بور سعيد بور سعيد الأولنية المتقدمون 761 اللي تخلفوا أربعة اللي حضر 757 اللي نجح 690 اللي لهم حق دخول الدور الثاني 71 والنسبة المقاوية 91.15% بور سعيد أولاً ثانياً الإسكندرية اللي تقدم 3062 اللي تخلف 14 الحضر 3048 اللي نجح 2595 اللي لهم حق الدخول في الدور الثاني 467 النسبة 85.14% ثلاثة شمال سيناء شمال سحنقول على طول علشان بس ألا يكرمكم إن الوقت كده هيخذ منه وقت كبير أنا أقول أول منطقة بور سعيد تاني منطقة الإسكندرية تاني منطقة الإسكندرية تالت منطقة شمال سيناء الرابعة القاهرة الخامسة الغربية المركز السادس القليوبية السابع دومياط الثامن قفر الشيق التاسع الدقالية العاشر الواد الجديد حداشر الشرقية اتناشر المنوفية تلاتاشر حلوان أربعتاشر أسوان خمستاشر السويس ستاشر البحيرة سبعتاشر الإسماعيلية تمنتاشر الجيزة تسعتاشر قنة عشرين البحر الأحمر واحد وعشرين جنوب سيناء اتنين وعشرين بني سويف تلاتة وعشر الفيوم أربعة وعشرين أسيوت خمسة وعشرين سوهاج ستة وعشرين أكسر وسبعة وعشرين المينيا وثمانية وعشرين مرسى مطروح طيب يبقى احنا كده عشان تبقوا كلكوا عارفين واللي بيتابعنا من الأظهر الشريف ومن أولياء الأمور ومن السادة مدير المعاهد ومدير المناطق ووكلاء الوزارة على مستوى الجمهورية هنقول الترتيب أوائل المحافظات كلهم بنفس الترتيب اللي احنا قلناه بداية واحد رقم بورسعيد وآخر حاجة تمانية وعشرين مرسى مطروح نبدأ ببورسعيد مشاهدين الكرام الأول رقم الجلوس خلينا نبدأ مع الاسم على طول وبلاش رقم الجلوس أيضا علشان الوقت طيب نقول الاسم أولا محمد فكري عبدالوهاب محمد محمد فكري عبدالوهاب محمد معهد الظهور النموذجي بنين المجموع 624 والنسبة 96 والترتيب الأول على مستوى محافظة بورسعيد محمد فكري عبدالوهاب محمد اتنين علياء عزة محمد عامر معهد الظهور النموذجي فتيات المجموع 622 والنسبة 95.69% الترتيب الثاني الثالث يوسف شريف حسن الجندي يوسف شريف حسن الجندي معهد بور فواد النموذجي بنين المجموع 620 والنسبة 95.38% الترتيب الثالث الرابع روضة عوض سليم معهد بور فؤاد النموذجي فتيات المجموع 619 والنسبة 95.23% الترتيب الرابع الترتيب الخامس فاطمة الظهراء العرب البدى والسيد فاطمة الظهراء العرب البدى والسيد معهد عمر بن الخطاب المجموع 618 والنسبة 95 والترتيب الخامس الترتيب الخامس مقرر علياء ثروة فؤاد حسن معهد الظهور النموذجي فتيات والمجموع 618 الترتيب السابع مريم مسعد علي الحديدي معهد الظهور النموذجي فتيات والمجموع 616 الترتيب الثامن رندا علي يحيى محمد ومعهد الشيخ محمد عابد والمجموع 615 الترتيب التاسع محمود طارق فوزي مهدي معهد الظهور النموذجي بنين والترتيب العاشر دينا محمود أبو المجد مسعود دينا محمود أبو المجد مسعود معهد الظهور النموذجي فتيات ما شاء الله معهد الظهور النموذجي 7 أوائل ما شاء الله ربنا يبارك في القائمين على هذا المعهد معهد الظهور النموذجي بنقول له ربنا يكرمكم ويفاكم دائما إن شاء الله ومعهد بور فؤاد النموذجي في 2 من الأوائل بعد كده منطقة الأسكندرية الأول صارى مصطفى علي أحمد معهد سموح النموذجي المجموع 630 الترتيب الثاني سلمة شريف أحمد محمد معهد مجمع سموح النموذجي المجموع 623 الترتيب الثالث عبد الرحمن سعيد أمين الوصال معهد الشيخ عبد الحليم محمود بالسيوف المجموع 621 الترتيب الثالث مقرر مريم أحمد إبراهيم إبراهيم مجمع محرم النموذجي الداء الثالث مقرر والثالث مقرر أيضا سماه الرجب مرغاني عثمان معهد عمر الفاروق النموذجي الترتيب الثالث حبيبة عبد الرحيم سرحان عبد الرحمن مجمع سموح النموذجي السابع هاجر أحمد إبراهيم إبراهيم مجمع محرم النموذجي الترتيب الثامن هاجر خالد محمد السيد معهد النور والمجموع 617 الثامن مقرر منت الله عمر محمد عباس ومجمع سموح النموذجي مجموع 617 الترتيب العاشر عمار ياسر محمد محمود معهد الميناء الشرقي والمجموع 616 مجمع سموح النموذجي بأشاء الله أربع أوائل بنقول لهم ربنا يوفاكوا أيضا العاشر أوائل لمنطقة شمال سيناء مشاهدين الكرام مبصر الأول بهاء الدين ربيع ناجي أحمد الشيخ زويد الجديد الترتيب الثاني على منطقة شمال سيناء أمر رمضان الدسوقي السيد معهد أسامة ابن زيد والمجموع 605 الثاني مقرر طارق يحيا فتحالة إبراهيم معهد أسامة ابن زيد والمجموع 605 الرابع إيمان مصطفى إسماعيل عبد الجواد إيمان مصطفى إسماعيل عبد الجواد معهد أسامة ابن زيد ما شاء الله أيضا 604 الرابع مقرر آلاء أحمد محمد أحمد عبيد معهد أسامة ابن زيد أيضا أسامة محمد عبد السطار محمد المغازي معهد العبور الترتيب السادس الترتيب السابع نرهان محمد سعيد أحمد نرهان محمد سعيد أحمد معهد أسامة ابن زيد أيضا والمجموع 602 أحمد مجد عبد الوهاب عطية معهد الشيخ زويد الجديد والمجموع 600 الترتيب الثامن على منطقة شمال سيناء على رأفة عبد الحميد معهد أسامة ابن زيد والترتيب العاشر والأخير لشمال سيناء على مستوى المحافظة أميرة إبراهيم أحمد علي معهد آل بدوي ما شاء الله معهد أسامة ابن زيد منه ستة من الأوائل ومعهد الشيخ زويد اتنين ما شاء الله ربنا يبارك فيه القائمين عليه العشر الأوائل لمنطقة القاهرة أول حاجة هدير أسامة محمد أحمد هدير أسامة محمد أحمد إحنا قلنا دول كلهم العشر الأوائل لبورسعيد الإسكندرية شمال سيناء إحنا أقول لهم كلهم مبصر ما فيش فيهم كفيف لأن لم يتقدم ما فيش حد منهم كان من المقفوفين تقدم فيه هذه اللجان ما كانش فيه حد خالص منهم ربنا يبارك في الجميع العشر الأوائل لمنطقة القاهرة مشاهدان الكرام مبصر هدير أسامة محمد أحمد معهد مدينة السلام النموذجي والمجموع 640 هدير أسامة طبعا نتذكر اللي هي الطلعة الحاصلة على المركز الثاني على مستوى الجمهورية الثاني صار عماد عز الدين خميس مع الطلائع الأزر الشريف الخاص والمجموع 639 أيضا صار الثالث مقرر على مستوى الجمهورية الثاني مقرر روان حسين عبدالجليلي السيد حسن معهد مدينة السلام النموذجي والترتيب 639 وروان أيضا طلع الثالث مقرر على مستوى الجمهورية الرابع محمد محمود الشربيني حسنين أحمد وده أيضا حاصل على المركز السابع على مستوى الجمهورية مع الطلائع الأزر الشريف الخاص 637 وأسماء الترتيب الرابع مقرر أسماء أحمد عبدالله بغدادي معهد السلام البحر النموذجي والمجموع 637 وأسماء أيضا طلع السابع مقرر على مستوى الجمهورية السادس لأي وليد محمود حسن معهد الكلمة الطيبة الخاص المجموع 635 وأيضا لأي العاشر على مستوى الجمهورية ما شاء الله يعني القاهرة معانا الثالث مقرر والثالث مقرر والسبع والسبع مقرر والعاشر بعد كده مشاهدين الكرام مع المركز السابع على مستوى منطقة القاهرة زياد أحمد محمد حمد عبد الرحمن الكلمة الطيبة الخاص والمجموع 633 السابع مقرر مي محمد عاطف عبد الفتاح معهد الزيتون فتيات والترتيب التاسع مروى شريف محمد أحمد ومعهد محمد جلال الخاص والمجموع 632 والتاسع مقرر الأخير في منطقة القاهرة عمار محمد إبراهيم السيد عطية مع الطلاع الأزر الشريف الخاص معنا ثلاثة من الأوائل من معهد طلاع الأزر الشريف الخاص ومعنا ثلاثة من الأوائل من معهد الكلمة الطيبة الخاص دول العشر الأوائل لمنطقة القاهرة مبصل أما العشر الأوائل لمنطقة القاهرة كفيف معنا محمد حسن محمد عبد الرحيم معهد عمر بن العاس والمجموع 374 إسماعيل سيد إمام يوسف معهد عرب الحصن والمجموع 350 الترتيب الثالث معاز علي عبد المنعم محمد معهد عقبة بن نافع والمجموع 343 الترتيب الرابع مصطفى محمد محمدي محمد عرابي معهد التوحيد والمجموع 335 الترتيب الخامس علاء عبد الحميد درويش ريحان معهد البشير المجموع 330 الترتيب السادس مشاهدين الكرام مصطفى حسين فتحي حسين معهد دكتور فؤاد محي الدين المجموع 320 الترتيب السابع عمر محمد إبراهيم فرج معهد المرج بمجموع 305 والترتيب الثامن والأخير من العشر الأوائل لمنطقة القاهرة كفيف أشرف سيد جمال محمد حميد معهد عبد الرحمن بصار والمجموع 300 دول أوائل محافظة ومنطقة القاهرة طيب حنيجي للعشر الأوائل لمنطقة الغربية وممكن نفتح اتصالاتنا لمشاهدون الكرام نستقبل بعض الاتصالات من أجل أن نسمع تهنيهم للأوائل دول الجمال لربنا يبارك فيهم ونشوفهم في الإعدادية والثانوية إن شاء الله تبارك وتعالى من ضمن الأوائل اللي نقرمهم بإذن الله تبارك وتعالى هنا في قناة الرحمة كما تعودنا مع حضراتكم مشاهدون الكرام العشر الأوائل لمنطقة الغربية العشر الأوائل لمنطقة الغربية أولا نديا طاهر علي البغدادي معهد ميد بدر حلاوة والمجموع 635 نديا طاهر علي البغدادي طبعا كانت موجودة معنا في حلقة الأربعاء الماضي وهي العاشر مقرر على مستوى الجمهورية الترتيب الثاني في الغربية هناء عبد النبي أبو اليزيد حسن الشورى معهد كفري الشيخ سليم المجموع 632 الترتيب الثاني مقرر رانيا حامد محمد إسماعيل معهد كفري الصارم والمجموع 632 الترتيب الرابع هندي سمير السيد نوفل المعهد ميد بدر حلاوة والمجموع 631 الرابع مقرر سارة أحمد السباعي عبد الوهاب 631 السادس أسماء أحمد عطية السيد عبد الحميد معهد كفري خضر المجموع 630 الترتيب السابع أشرف محمد المختر الحسيني أشرف محمد المختر الحسيني معهد الحسين بالعلو والمجموع 627 السابع مقرر مريم محمد عبد الحميد السيد محمد الدسوكي بشبيش المجموع 627 السابع مقرر زينب حسين حسين الشيوي زينب حسين حسين الشيوي معهد ميد بدر حلاوة المجموع 627 والترتيب العاشر ألاء بكار محمد أبو السعود معهد ميد بدر حلاوة والعاشر مكرر محمد شوكي أحمد بركات معهد عياش والمجموع 626 معهد ميد بدر حلاوة طالع منه أربعة من الأوائل في منطقة ومحافظة الغربية احنا معنا اتصال أستاذ هاجر السلام عليكم السلام عليكم أهلا وسهلا تفضلي أهلا وسهلا بحضرتك بحب برك لكل الأوائل على الجمهورية ربنا برك لهم يا رب ونشوفهم زخرة الإسلام المسلمين أمين يا رب الله وعمتنا في ثانوية أزهرية تمام إن شاء الله نشوفك كده ونبرك لك وتكونوا موجودة معنا في تكريم أوائل الثانوية الأزهرية إن شاء الله أمين يا رب إن شاء الله بإذن الله تفضلي أفضلي مش لاقي اي اهتمام بها ذا السنوية العامة خالص هل تمتبعنا حضرتك؟ مش لاقي اي اهتمام من المحيط المجتمع كله ومن حدش مهدام بالثانوية الأزهرية هقولك حاجة تعليق بسيط على ده أستاذ هاجر ربنا أكرمك احنا بنقول إن احنا للعام الثالث على التوالي بفضل الله سبحانه وتعالى للعام الثالث على التوالي احنا بدأنا في 2009 و2010 و2011 هذا العام بنقرم أوائل الشهادة الابتدائية والإعدادية والثانوية ومسألة الثانوية الأزهرية كان نعم بالفعل كان الصحافة والإعلام كله كان بعيد عنها ولكن من العام الماضي جريدة الجمهورية تبنت تكريم أوائل الشهادة الثانوية وأيضا بدأت تكون لهم سفريات مثلما يحدث ليه الشهادة الثانوية العام جميل أنا بتكلم بس بالنسبة لحاجة يعني مثلا القناة مثلا البرامج التعليمية بتاعة القناة اهتمت مثلا بمراجعة ليلة الامتحان مثلا بالنسبة للعام جدا مع أن أنا واحدة من ضمن الناس ما كنتش باخد دروس خالص وكنتم تابع البرامج على القناة ما هو في مواد مشاركة حضرك يا هاجر في مواد مشاركة بين دا وبين دا مثلا ليلة الامتحان لما يكون نازلة للعام وأنا بيكون من نسبة لي فيش مراجعة طيب أبشرك يا هاجر إن شاء الله بإذن الله أبشر حضرتك وأبشر كل أحبابنا وإخوانا وإخواتنا فيه الأزهر الشريف في الثانوية الأزهرية إن شاء الله يعني أبشركم إن شاء الله تبارك وتعالى في العام القادم سيكون هناك إن شاء الله تبارك وتعالى دروس خاصة للثانوية الأزهرية إن شاء الله طيب اتصال آخر دعوه أستاذ أشرف أهلا وسهلا أزايك تفضلها أهلا بحضرك تفضل أزاي حفظت لا أخليك أسمى أشرف عليه بنتي سامة طلع خمسة على أسمع ليه ما شاء الله هنجي لها دلوقتي أفضل أنا قلت أشلفتنا سامة ببئينة فقلت أكلم من أول ربنا يبارك لك وإحنا بنهنيك ونبارك لك لها وبنقول إن شاء الله يعني معها كده والغاية ما نشوفها من أوائل الإعدادية إن شاء الله أنا أعابة أتكلمكم اتفضل أهلا وسهلا عليكم السلام ورحمة الله ألف مبروك أهلا وسهلا هنزل نشوفك كده فيه من أوائل الإعدادية إن شاء الله إن شاء الله أنا أعب بس أبارك لأوائل الجمهورية كلها أي وبالأخص اسمها فلاح هي من المعهد فاحبتي يعني فاحبتي قوي أه وأنا ببذكرها جدا وأقولها ألف مبروك جميل ربنا يكرمك يا رب وكل الأوائل المحافظة اللي طلعين من معنا من معهدنا حاضر إن شاء الله بإذن الله ربنا يكرمك وبشكر أستاذة مونة ومدرية معهدنا وأستاذة زمزب أستاذة أمنا بشكرهم جدا أي عشان الاجتماع الكبير اللي ما اجتماعين بنا ومدينا اجتماع كده في المعهد طيب جميل وإحنا بنشكرهم أيضا ربنا يكرمك شكرا جزيلا شكرا جزيلا العشرة الأوائل لمنطقة الغربية كفيف مشاهدين الكرام محمد ماهر محمود عبد العزيز الترتيب الأول ميت عساس المجموع 422 الترتيب الثاني أحمد محمود هاشم عبد القادر معهد عبد الرؤوف الوكيل المجموع 405 الترتيب الثالث مصطفى أبو اليزيد محمد الشيخ مجموع 388 الترتيب الرابع شروق عصام يونس رمضان المجموع 385 الترتيب الخامس إيمان محمد البهي المجموع 365 الترتيب السادس محمد حسنين محمد البنان المجموع 363 والترتيب السابع محمود إبراهيم أحمد الشامي ممدوح إبراهيم أحمد الشامي المجموع 335 355 عفوا يا ممدوح 355 الترتيب الثامن عمر خالد عبد السطار علي رشيدي مجموع 345 الترتيب التاسع إمام محمد إمام بركات المجموع 340 الترتيب العاشر محمد الحسيني عبد الرب الباجوري المجموع 335 دول أوائل منطقة الغربية طيب نشوف العشر أوائل لمنطقة القليوبية العشر أوائل لمنطقة القليوبية طبعا إحنا بنقول للجميع بنقول لكل دول بنقول لهم ألف مبروك طيب نشوف مع بعض الأليوبية مشاهدين الكرام في البداية الترتيب الأول أسماء صبحي محمد محمد رمضان أسماء صبحي محمد محمد رمضان المجموع 621 طبعا ده مع الطوخ الترتيب الأول الترتيب الثاني جهات طارق السيد محمد المجموعة 620 الترتيب الثالث زينب محمد عبد العليم مرسي زينب محمد عبد العليم مرسي معهد بنها نموزاجي فتيات المجموعة 617 الترتيب الرابع دعاء عماد سعد الحادق دعاء عماد سعد الحادق المجموعة 615 الترتيب الخامس أسماء طارق فرج علي اليوب 1 612 الترتيب السادس عائشة أبو بكر أحمد محمد معهد بنها نموزاجي فتيات 610 السادس مقرر شهاب فوزي محمد المهدي محمود معهد الخصوص 610 السادس مقرر نرهان خالد أحمد محمد منشئة الكرام مجموعة 610 الترتيب التاسع عبدالله حمدي عبدالله مغازي معهد بنها نموزاجي بنين المجموعة 609 التاسع مقرر ياسمين ياسر أحمد حامد معهد قفر عابد المجموعة 609 والتاسع مقرر تسنيم خالد إبراهيم سيد معهد قفر طحى بالمجموع 609 بنها نموزاجي فتيات دول طالع منه 2 من الأول أم يوسف نقول أم يوسف سلام عليكم سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا عليكم سلام عليكم الله خير يا سيد مولا مع المجهود دون ربنا يكرمكم العزي يا رب عبال ما تشوف أولادك كده حاجة كبيرة يا رب إن شاء الله يا رب أمين وبهن إخواتي وولادي كلهم ألف ألف مبروخ ألف مبروخ ويا رب عبال لإعدادية والسنوية إن شاء الله أحسن كمان وكمان ابن يوسف بمتحن إعدادية أزهاري دلوقتي ربنا يوفق يا رب يزع اسم يا رب إن شاء الله في الأوائل مع حضرتك إن شاء الله بإذن الله وأرجو من كانت الرحمة الله يبرك لك إن شاء الله تكون في الخريطة الجديدة يكون فيه برامج تعليمية الإعدادية والسنوية الأزهاري الله يبرك فيهم رب خدمين حاضر وجدات الله خير وسلامنا للشيخ محمد والشيخ محمود وكلهم الله يسلم حضرتك شكرا جزيلا شكرا جزيلا طب العشر الأوائل إحنا قلنا العشر الأوائل لمنطقة القلبية مبسط ندخل في الكفيف البداية مع الأول الترتيب الأول وهو طالع الثالث على وسائل الجمهورية عبد الرحمن عمر السيد عبد الرحمن طعيمة مع عد كفر جبين أقول لك ألف مبروك عبد الرحمن عبد الرحمن عمر السيد عبد الرحمن طعيمة مع عد كفر جبين المجموع ربعمية تلاتة واربعين والترتيب الثاني قليوبية كفيف عبد الرحمن عيد رأفة عبد الرازق معهد المنايل بمجموع 430 ومصطفى محمد عبد الوهاب أحمد المجموع 401 والترتيب الرابع محمود أحمد عبد السلام أحمد معهد قفر النخلة بمجموع 390 والترتيب الخامس محمد أشرف جاد محمد معهد طنط الجزيرة المجموعة 358 والترتيب السادس مصطفى رجب عبد الحي عبد الغني معهد رمادة المجموعة 351 والترتيب السابع محمد تهامي عبد الله تهامي معهد قليوب واحد 339 الترتيب الثامن منا محمد عبد المقصود حجاج معهد بدوي بحيري المجموعة 303 والترتيب التاسع وسامة فيصل سالم عودة معهد رمادة 247 والترتيب العاشر نورة علي السيد علي معهد قهة بمجموع 239 ديول القليوبية ناخد اتصال السلام عليكم عليكم السلامة وبركاته أم محمد أهلا بيك أهلا وسهلا أنا أم محمد رجب أهلا بيك اتفضلي أنا بهن الطالبة للعمواتي وربنا يوفق بتاع الأعدادية والسنوية يا رب الله ومأمين أنا معي بنت أروى جابت 455 سنة ساتفة أزهري أي طلعت السلطة على المعهد ومعي ماروى في ثلطة عدادة عما تنسحن أرجو من حضرتك دعواتك إن شاء الله من الأوائل بإذن الله رب العالمين يا رب إن شاء الله شكرا جزيلا شكرا جزيلا أنا قلت مشاهدنا الكرام في العشر الأوائل لمنطقة القليوبية كفيف أنا قلت الأول عبد الرحمن عمر السيد عبد الرحمن طعيمة مع عد قفر جبين وده طالع الثالث على مستوى الجمهورية والتاني على مستوى الحفظ الأولوبيا كفيف عبد الرحمن عيد رقفة عبد الرازق معهد المنايل وهو طالع التاسع مقرر على مستوى الجمهورية عبد الرحمن بنقوله ألف بروك عبد الرحمن طيب نشوف بعد كده مشاهدون الكرام منطقة دوميات ومنطقة دوميات حنشوف فيها تقرير أيضا معنا من الأوائل إن شاء الله تبارك تعالى ولكن لما نيجي عن العشر الأوائل من كفيف هنقول العشر الأوائل لمنطقة دوميات مبصر ريم محمد إبراهيم موسى ريم محمد إبراهيم موسى معهد عزبة البرج النموذجي والمجموع 631 الترتيب الثاني علياء أسامة محمد حلمي معهد المدينة المناورة بدميات المجموع 629 الثاني مقرر مريم صلاح عبد المجيد الخولي معهد فرسكور والمجموع 629 الترتيب الرابع محمود محمد محمود العراقي معهد دوميات النموذجي المجموع 627 الترتيب الخامس فاطمة محمد حسين عبد البر فاطمة محمد حسين عبد البر معهد محمد حسن بعزبة البرج المجموع 626 الترتيب السادس سماء علي علي قنديل معهد المدينة المناورة بدميات جميل أوي المجموع 625 الترتيب السابع آية أحمد مصطفى موسى معهد محمد حسن بعزبة البرج المجموع 624 الترتيب الثامن يوسف أشرف محمود معهد دوميات النموذجي المجموع 621 الترتيب التاسع إسراء مجد محمد فودة معهد عزبة البرج النموذجي المجموع 619 ومريم إهاب رشاد فودة ده الترتيب التاسع مقرر مقرر مريم إهاب رشاد فودة معهد محمد حسن بعزبة البرج المجموع 619 حلوة أوي معهد محمد حسن بعزبة البرج تطالع منه 3 من الأوائل ومعهد عزبة البرج النموذجي طالع منه 2 من الأوائل ومعهد دوميات النموذجي طالع منه 2 من الأوائل ومعهد المدينة المناورة طالع منه 2 من الأوائل جميل أو بنقول لهم ألف فبروك طيب نطلع نشوف العشر أوائل لمنطقة دميات كفيف صار محمد إبراهيم الدسوكي حسان صار محمد إبراهيم الدسوكي حسان معهد الروضة المجموع 441 441 صار محمد إبراهيم الدسوكي ده طلع أيضا الرابع على مستوى الجمهورية الثاني دميات ندى نبوي محمد محمد محجوب معهد تفتيش السرو مجموع 439 وندى نبوي محمد محمد محجوب طلع أيضا الخامس على مستوى الجمهورية عبد المجيد محمد عبد المجيد محمد رمان معهد مدينة قفر سعد المجموع 432 وعبد المجيد طالع السابع أيضا على مستوى الجمهورية معانا الرابع سعيد أحمد عبد النور عبد النور محمد كامل سعيد أحمد عبد النور محمد كامل معهد فرسكور والمجموع 431 وسعيد طالع الثامن على مستوى الجمهورية طيب أنا هكمل من الخامس للعاشر على منطقة دميات ولكن سعيد جه بعد انتهاء الحلقة مباشرة اليوم الأربعاء الماضي وجه هو والدته وكان أمنيته من هما يطلعوا قالوا أن أفضل تأدير وأفضل جائزة وأفضل هدية أن هما يطلعوا معنا ونكرمهم على الهواء مباشرة فاحنا سجلنا دقائق معدودة مع سعيد أحمد عبد النور تعالوا وبعض نشوف سعيد قال إيه وعمل إيه معنا ونرجع مع بعض تاني ونكمل الخمسة البقيين من العشر الأوائل لمنطقة دميات كفيف من بالملف في الحياة كلكم هموم النار ألم نشرحنك صدرك ووضعن عنك وزرك الذي أنقد زهرك ورفعنا لك ذكرك فإنما العسر يسرى إنما العسر يسرى فإذا فرقت فانصب وإلى ربك فالرغبة من بالملف الحياة كلكم هموم النار من ملف النار كلكم هموم النار فيه الدرس والعبار والصبر فيه أسا فيه البطل أرمنى ربك كرامنا فيه المعطب البطل يتحد كل الناس كل الناس وفيه أهل الكرام عيش عشان الناس عشان الناس وفيه أمة ناس تنسيوها أقرب ناس معناها إيه الحياة من غير حنال الناس حنال الناس حنال الناس سنعود إن شاء الله حان الآن موعد أذان الهشاء الله أكبر الله أكبر الله أشهر أن لا إله إذ الله أشهر أن لا إله إذ الله لا إله إلا الله أشهر أن محمد رسول الله أشهر أن محمد رسول الله هيا رسول الله هيا رسول الله هيا رسول الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمداً الوسيلة والفضيلة وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعده اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة موسيقى اشتركوا في القناة موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اهلا بكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل وشوفنا سعيد هو بيقرأ الكرآن ولكن يعني ان شاء الله نسعد به في اللقاءات قادمة بإذن الله طبارك وتعالى ما يكون من أوائل الإعدادية إن شاء الله نسعد به على الهواء هنا في قناة الرحمة بإذن الله طبارك وتعالى إحنا لازلنا مشاهدين الكرام مع العشر أوائل لمنطقة دوميات إحنا قلنا سارة محمد إبراهيم الدوسوك حسان ندا نبو محمد محمد محجوب عبد المجيد محمد عبد المجيد محمد رمان سعيد أحمد عبد النور محمد كامل الترتيب الخامس مشاهدين الكرام سلمة محمد محمود محمد قنديل معهد فرسكور المجموع ربعمية وعشرة الترتيب السادس يحيى أهاب حسن السيد معهد كفر البطيخ بمجموع 360 الترتيب السابع أحمد فتح محمد كمال معهد دوميات القديم المجموع 358 الترتيب الثامن أحمد درويش عثمان أبو العنين أحمد درويش عثمان أبو العنين والمجموع 302 الترتيب التاسع معاس فريد عبدالله سليمان محمدين معاس فريد عبدالله سليمان محمدين مجموع 265 والترتيب العاشر علي إبراهيم منصور إبراهيم التنطاوي معهد فرسكور بمجموع 234 و30 ما شاء الله معهد فرسكور ده واحد اتنين ثلاثة ثلاثة من الأوائل فيه كفيف ما شاء الله وأيضا يعني يعني أيضا من المبصر فيه واحد كمان يعني أربعة فرسكور ما شاء الله جميل ومدينة كفر سعد ده حاجة كويسة إحنا بنقول لهم ألف مبروك وربنا يكرمكوا وفي انتظار تطلعوننا أوائل إن شاء الله تبارك تعالى في الإعدادية والثنوية ونقل أسماءكم وأسماء المعاهد إن شاء الله في القريب العاجل بإذن الله تبارك تعالى العشر الأوائل مشاهدان الكرام لمنطقة قفر الشيخ قفر الشيخ الأول على مستوى منطقة ومحافظة قفر الشيخ كريمان عبدالقادر محمود عبدالقادر عبدالقادر كريمان عبدالقادر محمود عبدالقادر معهد عبدالسطار عليوة المجموع 635 وبالمناسبة كريمان هي العاشر مكرر على مستوى الجمهورية التاني فاطمة محمد مصطفى حسين فاطمة محمد مصطفى حسين معهد محمد رجب المجموع 630 الترتيب الثالث ألاء سامي محمود حسن ألاء سامي محمود حسن المعهد عمر بن الخطاب بالقنطرة المجموع 626 الترتيب الرابع مههاني سعد عبدالقادر مههاني سعد عبدالقادر والمجموع 624 الترتيب الخامس إيمان أيمن سليمان سلامة المجموع 622 الترتيب الخامس مكرر أسماء بركات محمد عبد السلام معهد أبو شوشة المجموعة 622 السابع أفنان هشام مغازي محمود معهد عمر بن الخطاب بالقنطرة المجموعة 621 الثامن إيمان عثمان حلمي إيمان عثمان حلمي معهد بلتاجي المجموعة 619 التاسع محمود ماهر عبد المجيد إبراهيم معهد نيل بمجموع 617 التاسع مقرر إيمان ورداني عبد الجواد محمد معهد الطوال بمجموع 617 معهد عمر بن الخطاب بالقنطرة 2 من الأوائل الجميل العشر الأوائل لمنطقة قفر الشيخ بي كفيف الأول أسامة عبد الناصر محمد الصيفي أسامة عبد الناصر محمد الصيفي بمجموع 663 الثاني مصطفى محمد مصطفى محمد مصطفى محمد معهد دسوك به بمجموع 361 الثالث طارق عزيز عبد الوهاب عبد الخالق معهد بلتين بمجموع 335 الترتيب الرابع ماجد عباس السعيد عبد الله معهد الكفر الجديد بمجموع 331 الترتيب الخامس حسام السيد عبد النبي محمد صنهور المدينة القديم معهد صنهور المدينة القديم بمجموع 305 الترتيب السادس أحمد عدلي لطفي هاشم أحمد عدلي لطفي هاشم معهد برج البورولوس بمجموع 290 الترتيب السابع عزيزة رزق محمد السيد عزيزة رزق محمد السيد معهد حصة الغنيم بمجموع 272 الترتيب الثامن محمد أحمد عطالة عبد القادر معهد الرصيف بمجموع 262 الترتيب التاسع باسم يوسف أحمد يوسف بمجموع 237 والترتيب العاشر عبادة عبد الله محمد العدوي بمجموع 230 دول العشر الأوائل لمنطقة قفر الشيخ كفيف نيجي مشاهدون الكرام للعشر الأوائل لمنطقة الدقاهلية لمنطقة الدقاهلية الأول على منطقة الدقاهلية مروى محمود محمد السعيد محمود مروى محمود محمد السعيد محمود معهد الفردوس بمجموع 628 الترتيب الثاني فاتن هشام الشحات إبراهيم فاتن هشام الشحات إبراهيم معهد كفر الوكالة بمجموع 627 الثاني مقرر آية مجد سعد محمد عبد الرحيم آية مجد سعد محمد عبد الرحيم معهد الدراكسة آية مجد سعد محمد عبد الرحيم معهد الدراكسة بمجموع 627 الثاني مقرر أيضا محمد مصطفى عبد الرحيم الضماصي معهد الدراكسة بمجموع 627 أنا عارف سبب الدحك ده مشاهدين الكرام لأن الدراكسة يعني ما عرفش أنا من بلد دي ودايما إحنا بنطلع كل سنة يعني الدراكسة بيطلع أوائل من كل عام وآية مجد بالمناسبة آية مجد سعد محمد عبد الرحيم أختها كانت إيمان مجد سعد محمد عبد الرحيم ده دي اللي طلعت الأولى على مستوى الجمهورية في الإعدادية الأزهرية العام قبل الماضي يعني طلعت على ما تذكر العام الماضي أو العام اللي قبل الماضي طلعت الأولى على مستوى الجمهورية في الإعدادية الأزهرية كانت إيمان مجد سعد أختها العام ده ما شاء الله ربنا يبارك فيهم يا رب الله أمين ويبارك فيه والدها والدتها آية مجد سعد دي أختها طلع أيضا من أوائل محافظة أهلية من أوائل محافظة أهلية أختها فده شيء جميل أيضا محمد مصطفى عبد الرحيم الدماثم من معهد الدراكسة اللي اتنين دول ولاد خالة أساسا يعني آية ومحمد دول ولاد خالة فده شيء كويس ان الاهتمام بالأبناء والولاد ويبقى فيه منافسة من أجل أن هم يطلعوا من أوائل اقتداءا بالأخت الكبيرة لهم اللي هي كانت إيمانا اللي طلعت الأولى على مستوى الجمهورية في الإعدادية الأزارية فاحنا بنقول لمعهد الدراكسة بنقول لهم ألف وبروك وخيركم خيركم الأهل أنا عارف أن أنا ضغطت شوية على الدراكسة ولكن خيركم خيركم للأهل طيب الثاني مقرر الثاني مقرر مديحة محمد عبد الرازق عليه الدين مديحة محمد عبد الرازق عليه الدين معهد الفردوس والمجموع ستمية سبعة وعشرين ستمية سبعة وعشرين الترتيب السادس صارة محمد صالح صالح علي صارة محمد صالح صالح علي معهد ميت عاصم بمجموع ستمية أربعة وعشرين ياسمين أحمد الشربيني محمد مسعد ده المركز السابع ياسمين أحمد الشربيني محمد مسعد البجلات ستمية تلاتة وعشرين الترتيب الثامن هاجر السيد محمد اسماعيل هاجر السيد محمد اسماعيل معهد الفردوس بمجموعة 622 الثامن مقرر حسن محمد حسن السيد حسن محمد حسن السيد معهد أبو بكر الصديق بكفر الشيخ خلال بمجموعة 622 والعاشر نور الفهمي محمد محمد الأحمدية بالمنزلة بمجموعة 620 يبقى معهد الدراكسة معنا 3 أوائل معنا 2 من أوائل مبصر وهيجي واحد كفيف الآن ومعنا أيضا يعني عندنا يعني كذا معهد ما شاء الله يعني من مركز واحد مركز مليونة النص طالع منه أكتر من أول من أوائل محافظة الدهلية نيجي العشر أوائل لمنطقة الدقاهلية كفيف مشاهدون الكرام الأول محمد أحمد محمد عبد السلام وهو طالع الثاني على مستوى الجمهورية كفيف محمد أحمد محمد عبد السلام معهد متعالي بمجموعة 444 الترتيب الثاني محمد سعد السعيد شحاتة معهد متعاصم جميل ما شاء الله ياسمين ياسر محمد السيد معهد ميت الفرماوي بمجموعة 421 ده الترتيب الثالث الترتيب الرابع عبد الرحمن محمد يحيى محمد معهد الإمام الأعظم بمجموعة 384 الترتيب الخامس فاطمة الزهراء طعيمة حبيب حبيب مجموعة 373 الترتيب السادس ياسر عبد لطفي عبده ياسر عبد لطفي عبده بمجموعة 368 والترتيب السابع فارس السيد محمد عبد محمد شطة فارس السيد محمد عبد ومحمد شطة بمجموعة 367 الترتيب الثامن سعد عطية المغربي معهد بالقاس بمجموعة 366 الترتيب التاسع عبد الحليم أحمد عبد الحليم حسن عبد الحليم أحمد عبد الحليم حسن بمجموعة شبرويج معهد شبرويج بمجموعة 365 وستين والترتيب العاشر محمد متحة محمد عبد العسوي محمد متحة محمد عبد العسوي بمعهد الدراكسة بمجموع تلتمية خمسة واربعين بنقول الجميع الف مبروك ربنا يبارك فيكو جميعا يا رب الله وممين نيجي ليه العشر الأوائل لمنطقة الوادي الجديد مشاهدين الكرام مبصر الأول هاجر سعيد عبدالصادق خير هاجر سعيد عبدالصادق خير معهد التعمير بمجموع ستمية وتسعتاشر الثاني أماني علي أحمد عبد المجيد معهد التعمير بمجموع ستمية وتمانية الترتيب الثالث براء حسين عوض علي معهد ناصر بمجموع ستمية واربعة الترتيب الرابع الزهراء سعد أبو السعود عبد القادر معهد الظهور بمجموع ستمية واحد الترتيب الخامس فاطمة علي عبد الرحيم جاد معهد التعمير ما شاء الله مجموع 598 الترتيب السادس فيروز علاء عبد العظيم أحمد معهد التعمير المجموع 596 الترتيب السادس دين عبد الله علي عبد الله معهد القلمون بمجموع 596 الترتيب الثامن إسراء خالد جمال خليفة معهد التعمير 595 والله جميل ما شاء الله عندنا كمان الترتيب التاسع رحمة حسني محمد حسنين معهد القلمون 594 الترتيب العاشر أمنية منصور معوض علي أمنية منصور معوض علي معهد التعمير بمجموع 592 معهد التعمير ده إحنا قلنا اسمه أكثر من مرة معهد التعمير معانا ستة من الأواء المبصر ستة من الأواء المبصر ما شاء الله ومعهد القلمون معانا اتنين من الأواء في معهد القلمون أنا بحي معهد التعمير زي ما حينا في الحلقة الماضية في حلقة الأربعاء الماضية مع الطلاعي الأزر الشريف الخاص اللي طلع منه أكثر من أول على مستوى الجمهورية يجب أن نهني ونقدر معهد التعمير إدارة معهد التعمير بالوادي الجديد الأواء اللي منطقة الوادي الجديد كفيف مشاهدين كرام هما اتنين الأول كريم ممدوح محفوظ إبراهيم كريم ممدوح محفوظ إبراهيم الأول على مستوى الجمهورية هو معهد التعمير بمجموع 449 والتاني آية أيمن محمد صالح معهد ناصر بمجموع 429 معهد ناصر طالع منه واحد من مبصر فيه مبصر وواحد كفيف أيضا بيه نقدم لهم التحية والتقدير لمعهد ناصر ومعهد التعمير ومعهد الكلمون نيجي لمنطقة الشرقية طيب نيجي نستقبل بعض الاتصالات الأخ محمد أهلا وسلم سيد محمد ربنا يكلم أهلا بحضرتك الحمد لله في نعمة تفضل أهلا وسهلا جميل عبد الرحمن عيد رأفة عبد الرازق التاسع مقرر معهد المنايل بالقليوبية المجموع 430 والنسبة 95 و56% تمام ربنا يكرمك أهلا وسهلا الناس عد بك دائما إن شاء الله ربنا يكرمك شكرا جزيلا ربنا يبرك فيك شكرا جزيلا لأستاذ عيد والد الطالب عبد الرحمن ما شاء الله ربنا يكرمه هو قبل الحلقة بالفعل والسلام هديته وجايزته نتمنى نحن نسعد به إن شاء الله تبارك تعالى دائما نيجي للعشر الأوائل منطقة الشرقية منطقة الشرقية فيها شغل جامد أول الأول على منطقة الشرقية مروى فرق عمر فرق مروى فرق عمر فرق المجموع 633 الثاني لينا محمود محمد حسن لينا محمود محمد حسن معهد أبو كبير بمجموع 629 الثالث أميرة ياسر يونس محمد معهد أنوار الحرامين النموذجي معهد أنوار الحرامين النموذجي بمجموع 627 الترتيب الرابع إيمان قد بمحمد قعود معهد أنوار الحرامين النموذجي بمجموع 625 الرابع مقرر أنهار لبيب فهم عبد السلام معهد أنوار الحرامين النموذجي الله أكبر معهد أنوار الحرامين النموذجي بمجموع 625 الرابع مقرر شروك محمد أحمد علي شروك محمد أحمد علي بمجموع 625 الرابع مقرر أحمد عبدالسطار أحمد 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 عبدالسطار علي أحمد أحمد عبدالسطار علي أحمد معهد الشيخ محمد جبر بالسلطان حسن بمجموع 625 الثامن مريم السيد عبدالحميد السيد مريم السيد عبدالحميد السيد بمجموع 624 الثامن مقرر أحمد محمد أبو زيد محمد البطراوي أحمد محمد أبو زيد محمد البطراوي العاشر النموذجي بمجموع ستمية أربعة وعشرين العاشر هبى رفعة عبد الحفيز محمد هبى رفعة عبد الحفيز محمد بمجموع ستمية ثلاثة وعشرين العاشر مقرر محمد محمد موهوب عطية الشرقاوي محمد محمد موهوب عطية الشرقاوي معه طلعت عبد السميع النموذجي بمجموع ستمية ثلاثة وعشرين العاشر مقرر رهام صلاح علي محمد رهام صلاح علي محمد معهد طلعت عبد السميع النموذجي 623 العاشر مقرر أحمد إبراهيم السيد أحمد أحمد إبراهيم السيد أحمد معهد حنوت بمجموع 623 العاشر مقرر عمر محمد دسوكي مندور معهد المحمودية بمجموع 623 العاشر مقرر ندى أحمد عبد الله عبد القادر ندى أحمد عبد الله عبد القادر معهد حنوت بمجموع 623 العاشر مقرر إيمان حمد مصطفى أحمد إيمان حمد مصطفى أحمد معهد عبده علي فرق معهد عبده علي فرق فتيات بمجموع 623 يبقى احنا معنا معهد أنوار الحرامين النموذجي 3 من الأوائل معنا معهد طلعت عبد السلام طلعت عبد السميع النموذجي 2 ومعنا معهد حنوت أيضا 2 من الأوائل العشر أوائل لمنطقة الشرقية كفيف أمل محمد أحمد عبد الغفار معهد الروضة بمجموع 433 الثاني أحمد ثابت محمد محمد معهد حنود بمجموع 420 الترتيب الثالث زياد محمد إبراهيم عطية كفر العزازي بمجموع 416 الرابع معاز محمد صالح بمجموع 383 الترتيب الخامس محمد علي مصطفى عبد الحميد معهد جزيرة الشيخ بمجموع 370 الترتيب السادس ألاء فرج عبد الجواد عبد الله معهد الطروتي بمجموع 359 معهد الطروتي بفكوس 359 الترتيب السابع محمد صلاح إسماعيل رزق معهد أولاد سكر بمجموع 350 الترتيب الثامن محمد محمد سعيد منصور معهد القرين به بمجموع 348 الترتيب التاسع إسلام محمد عبد الحميد السيد إسلام محمد عبد الحميد السيد كفر عياد بمجموع 345 والعاشر خالد محمد علي العوضي معهد الحسيني هاشم بكفر سكر بمجموع 327 العاشر أوائل لمنطقة المنوفية لمنطقة المنوفية إحنا كده مشاهدون الكرام دي الترتيب الـ 12 على مستوى الجمهورية بترتيب المناطق إحنا معانا 28 منطقة إحنا وصلين لغاية دلوقتي للترتيب الـ 12 الوقت بيجري بيننا العاشر أوائل لمنطقة المنوفية إسراء محمد إبراهيم عبد الهادي إسراء محمد إبراهيم عبد الهادي مجموع 631 الثاني صارة حمدي علي طحون بمجموع 624 الثالث صباح عاطف محمد عبد الواحد معهد العربي النموذجي بمجموع 622 الترتيب الرابع ندى محمد حمد الشعراوي معهد منوف بمجموع 619 الترتيب الخامس صفاء إبراهيم أحمد معهد العربي النموذجي بمجموع 618 نوران موسى عبد الحكيم بمعهد العربي النموذجي بمجموع 618 مروى يحيى محمد محسن معهد محرم بمجموع 618 الترتيب الثامن سامح محمد عبد المنعم محمد أبو سليمان معهد شيبين الكوم الشرقي ألف بمجموع 617 الترتيب الثامن ياسمين سعيد عبد الحميد فودة معهد قفر الشيخ خليل بمجموع 617 العاشر مصطفى حسام مصطفى الكردي بمجموع 616 إسراء إبراهيم أبو الفتوح معهد قفر الشيخ خليل بمجموع 616 يبقى احنا معانا العاشرة الأوائل لمنطقة المنوفية معانا منهم من معهد العربي النموذجي معانا ثلاثة من الأوائل ومعانا معهد قفر الشيخ خليل معانا اثنين من الأوائل طيب العاشر الأوائل لمنطقة المنوفية كفيف منهم طارق محمد دياب مع طارق محمد دياب بمجموع 380 نادية سنة عبد الحفيظ السيد للترتيب الثاني معهد دكتور أحمد مطاوع بمجموع 355 الثالث أحمد عبد الخالق فتوح عبد الخالق معهد الشهيد عبد الحميد الرفاعي بمجموع 344 الرابع محمد عوض محمود عبد المحسن بمجموع 276 الخامس محمد أحمد سعد محمد بمجموع 257 العاشر الأوائل لمنطقة حلوان مشاهدينا الكرام الأول سميا أحمد محمد السعيد معهد الغد المشرك الخاص بمجموع 631 الثاني رضوة عصام الدين محمد أحمد معهد الوفاء بنات الخاص بمجموع 630 الثالث تقى وليد محمد عبد الوهاب معهد الغد المشرك الخاص بمجموع 629 الرابع مية أحمد إبراهيم محمد معهد البخاري الخاص بمجموع 628 الترتيب الخامس زينة محمد سمير محمد معهد الأندلس الخاص بمجموع 624 السادس سمية أحمد مصطفى أبو الفتح معهد الغد المشرك الخاص بمجموع 623 السادس مقرر خلود سامح إبراهيم عبد الحميد الغد المشرك الخاص بمجموع 623 الثامن رانا محمد مصطفى كامل معهد الغد المشرك الخاص بمجموع 622 الثامن مقرر مريم محمود عبد العليم البربري معهد الغد المشرك الخاص جميل أوي بمجموع 622 العاشر ميرا على الدين حسن محمد معهد التيجان الخاص بمجموع 621 والعاشر مقرر ميرال أشرف حامد علي معهد الغد المشرك الخاص بمجموع 621 يبقى احنا معانا في حلوان معهد الغد المشرك الخاص معانا سبعة من الأوائل ما شاء الله ربنا يكرم القائمين على هذا المعهد معهد الغد المشرك الخاص طيب كفيف عبد الرحمن إبراهيم عبد الرحمن أحمد معهد القادسية بمجموع 388 الثاني محمود أحمد أبو العلح سين محمود أحمد أبو العلح سين معهد حلوان القديم مجموع 347 والثالث محمد عبد الله سيد محمد معهد السلام بالصف بمجموع 275 الوقت بمر بنا ومش عارف أنا قدامي لسه قد إيه علشان أنا حدخل كده على منطقة أسوان والسويس والبحيرة والإسماعيلية والجيزة وقينة والبحر الأحمر وجنوب سيناء وبنسويف والفيوم وأسوط وسواج والأكسر والمينيا ومارسة مطروح احنا ما قلناش من أول أسوان من الترتيب الـ 14 لغاية 28 لأن الوقت يعني أنا قدامي دقيقة أو دقتين بالضبط فمش هيعرف أن أنا أقول كل دول ولكن أنا بقول لحضراتكم أسماء الأوائل بالتفصيل أسماء الأوائل بالتفصيل برقم الجلوس بالاسم بالمعهد بالمجموع بالنسبة المقوية بالترتيب بكل التفاصيل هتلاقوها إن شاء الله تبارك وتعالى موجودة على موقع القناة بإذن الله تبارك وتعالى أدخل على بالرامج الملف وحتلاقي إن شاء الله تبارك وتعالى أسماء الأوائل وحتلاقي الحلقة دي إن شاء الله وحتلاقي حلقة الأربعاء وحتلاقي إن شاء الله تبارك وتعالى حلقة الأحد الماضي اللي انفرضنا فيها بإعلان أسماء أوائل الشهادة الاتدائية قبل أن يعتمدها في فضلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطير فإن شاء الله تلاقوا الأسماء أحب أقول بمناسبة موقع قناة الرحمة وأنا بدعوا الكل وبدعوا الطلبة اللي موجودين معنا قلنا أسمائهم أنا بتمنى أنهم يشتركوا معنا في الصفحة الرسمية لبرنامج الملف من أجل يعرفوا أخبارنا ويعرفوا أخبار البرنامج دائما ويتفاصيل الحلقات اللي هنقدمها في الحلقات القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى وبمناسبة الفيسبوك احنا بنقول الصفحة الرسمية لبرنامج الملف على الفيسبوك بمناسبة الفيسبوك مشاهدون الكرام أحب أقول خبر وأنا بتمنى أن العدد ده يتزايد وأنني بتمنى أن العدد يزيد أكتر وأكتر من أجل أننا نقول إحنا زي البرامج التانية إحنا زي القنوات التانية إحنا زي الشخصيات التانية وصل اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى عدد المشتركين للصفحة الرسمية لقناة الرحمة الفضائية مئة ألف شخص مئة ألف معجب بالصفحة الرسمية لقناة الرحمة أنا بدعو الكل أيضا زي ما بقول الكل يدخل على الصفحة الرسمية لبرنامج الملف أنا بدعو الكل رقم واحد ورقم اتنين ورقم عشرة الكل يدخل على الصفحة الرسمية لقناة الرحمة من أجل أن إحنا بدل ما يبقى الرقم مئة ألف لا إحنا عايزين الرقم يبقى مليون واثنين وثلاثة واربعة علشان إحنا محتاجينكم محتاجين مشاريع كتيرة محتاجين نسمعكم محتاجين تعرفوا الأخبار الصحيحة والصادقة من خلال الصفحة الرسمية لقناة الرحمة الفضائية أنا بشكركم مشاهدون القرام ولكن في النهاية أكرر الشكر والتقدير لكل المعاهد اللي طلع منهم الأوائل أنا بتوجه بالشكر والتقدير لكل وقلاء الوزارة أو وقلاء المناطق الأزهرية يعني بحسب ترتيب المناطق حسب النسبة المقوية للنجاح من أول برسعيد إلى مرسى مطروح بنقول لهم ألف مبروك بنقول لكل العاملين في الأزهر الشريف في قطاع المعاهد الأزهرية في كل القطاعات في الأزهر الشريف من أول العامل بنقدم له التحية وتقدير إلى أكبر رأس في المؤسسة الدينية الأزهرية لفضيلة الإمام الأكبر بنقول لكل ألف مبروك وربنا يعطيكم الصحة وربنا يجعلكم عون على رفعة الإسلام ويجعلكم عون على النهوض بالأزهر الشريف ويجعلكم عون أيضا من أجل أن يعود الأزهر كما كان من أجل أن يعود الأزهر إلى هيباته وأن يعود الأزهر إلى قراماته وأن يعود الأزهر إلى مجدي نتوجه بالشكر والتقدير لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر والشكر والتقدير للدكتور محمد واصل وكيل الأزهر والشكر والتقدير لفضيلة الشيخ إبراهيم عبد العالي عبد الرحمن رئيس قطاع المعاهد الأزهرية والشكر والتقدير لرئيس الشهادة الابتدائية ووكيل قطاع المعاهد الشيخ عبد التواب قدم وأيضا الشكر لرئيس كنترول الشهادة الابتدائية الشيخ محمد جميل ولمساعدين الشيخ فاروق عبد الرحيم والأستاذ جمال بسوني الشخص المحترم والأستاذ محمد نور والأستاذ سعيد رياض والأستاذ حازم سليمان أنا بتوجه بالشكر والتقدير للجميع وأيضا مشاهدين الكرام أنا بقول لحضراتكم تابعونا دائما في برنامج الملف تابعونا واشتركوا معنا دائما على الصفحة الرسمية لبرنامج الملف على الفيسبوك أو من خلال الإيميل الشخصي ملهم العسوي أتيهو دوتكم مشاهدين الكرام أسعد بحضراتكم دائما وأحبكم في الله شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة تبعث بالبشراء وتهنئ أمتها الكبرى الرحمة تبعث بالبشراء وتهنئ أمتها الكبرى وتقدم بافة أزهار وتقول لمن نجحوا شكرا وتقول لمن نجحوا شكرا أسعدتم أفراد الأسرة وزرعتم آملا في بكرا فالوالد في فرح يشدو والبيت ليض مزدهرا والأم تراقب في فرح وترد الفضل لذي القدرة بوركتم يا روح فؤادي قدمتم للدارس عبرى قدمتم للدارس عبرى الرحمة تبعث بالبشراء وتهنئ أمتها الكبرى الرحمة تبعث بالبشراء وتهنئ أمتها الكبرى وتقدم بافة أزهار وتقول لمن نجحوا شكرا وتقول لمن نجحوا شكرا